ربي صلي عدى محمد يا ربي صلي علي وسليم يا ربي تغشى نبي نوري يا ربي حفظنا وآمنا يا ربي واسكنا جننا يا ربي أجرنا من عدبي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسليم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي وسليم يا ربي واسكنا جننا يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي واسكنا جننا يا ربي واسكنا جننا يا ربي واسكنا جننا يا ربي صلي علي وسليم يا ربي واسكنا جننا 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 وقف كل مودي يا ربي نختم بالمشفة يا ربي صلي علي بسلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي بسلي يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي علي بسلي السلام عليكم جائنا الأنبياء السلام عليكم أفضل أجلياء السلام عليكم جائنا الأنبياء السلام عليكم أفضل أجلياء السلام عليكم أفضل أجلياء السلام عليكم أفضل أجلياء السلام عليكم أعزل أسكياء السلام عليكم أفضل أشياء السلام عليكم متواجي بالقامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك جائنا الأنبياء السلام عليك أغفر الأدبياء السلام عليك جائنا الأنبياء السلام عليك أغفر الأدبياء اللهم صلي وسلم وبارك عليه على آل وأصحابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا سَعَلْ عَلَيْكَ لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقْدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَغْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَانِنْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَايْكَةَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ وَسَلُّونَ عَلَيْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلِهِ وَعَلَى النَّبِيِّ صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ صَلُّوا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلِهِ وَعَلَى النَّبِيِّ يَهْلَى بَيْتِ النَّبِيِّ يَهْلَى الصَّفَاهِ وَالْمُنَاجَاهِ بَخِيتْ مَنْ حَبَّكُمْ يَذْفَرْ بِمَا غَدْتَ مَنَّاهِ كل مَنْ حَبَّكُمْ يَهْلَى 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 بالشفاء мыَنْ أَهْلَى عَلَى يَهْلَى يوم لُقِيعَ يَهْلَى يَهْلَى هَّهْلَى بَيْتِ النَّبِيِّ السيد العربي ففرجوا كرابي يا أهلا بيت النابي السيد العربي لكن معدات يدي ففرجوا كرابي في الحسن ثم الحسين للنبي زران زلعين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه كل من صلى عليه صلوات ضعه عليها يا أهلا بيت النابي السيد العربي لكن معدات يدي ففرجوا كرابي يا أهلا بيت النابي كل من صلى عليه النبي المصطفى إنه زمزم وصفى من تعالى شرفى كل من صلى عليه يا أهلا بيت النابي السيد العربي لكم معدات يدي ففرجوا كرابي ففرجوا كرابي أهلا بيت النابي يجرى الغمان من بغن فيه السفار والنبي وطبالي وابتغي سوج الباتول إبن عم للرسول يا أهلا بيت النابي يا أهلا بيت النابي السيد العربي يا أهلا بيت النابي لكم معدات يدي ففرجوا كرابي يا أهلا بيت النابي يا أهلا بيت النابي السيد العربي يا أهلا بيت النابي لكم معدات يدي ففرجوا كرابي اللهم سلِّ وسلِّم وَبَارِكَ عَلِهُ وَعَدَآدِهُ وَصَهْبِهُ بسم الله الرحمن الرحيم الله الحمد لله القويل غالب صلى الله عليه الطالب تعالوا عليه ورز المده السادب صلى الله عليه عالم الكائن والبائن والزائن والزاهن صلى الله عليه يسمحه العافن والبائن والطالب والغالب صلى الله عليه ويوحده الناتق والصابت والجامد والزائب يبره بعدله الساكن ويسكن بفذه الظالب صلى الله عليه لا إله إلا الله حكيم أظهر بني أحكماي أحكبه والعجائب صلى الله عليه في تركيب تركيب هذه القوالب صلى الله عليه خلقا مخواضماً وعضداً وعروقاً ولحماً وجلداً ويشراً بنزم معترف متراكب صلى الله عليه من ماء يدافك ليخرج من بين الصلب والترائب صلى الله عليه لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط جرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه هل لا طالب حاجة فأني له المطالب صلى الله عليه فلو رأيت الخدام قياماً على الأقدام وقد يادوا بالضموء السواكب صلى الله عليه والقوم بين نادم وتوء وتائب صلى الله عليه وطائف لنفسه وعاتب صلى الله عليه وأبك من الظنوب ليحارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يقف قف النهار زيول الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد حد من القوم وهو خائر لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب صلى الله عليه وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصبياء وأكرم الحبائب اللهم صلي وسلم وبارك أيها أصحابه صلى الله عليه نبي محمد صلى الله عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم قمارون 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 سيد الأنبي قمارون 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 اشتركوا في القناة 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 جدا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدا اشتركوا في القناة سبحان الله والحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدا جدا اشتركوا في القناة 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 سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ربي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشراك على الكون عليك ورد من مصطفى ورد ولأهدي كون أغسر وسرور فتكت سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام عليك صلوات الله عليك أشراك البجر علينا سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا فضر الله أهل الأزار فأزاروا اليمني غرار واستاذعوا بجمال فقف الحسن تخرر الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم عوالنا البشرى بسعدين مرحبا مرحبا مستبر إلا إذا يعفت مرحبا 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 يا نور العيني مرحبا 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 جاكا حسيني مرحبا مرحبا حي سؤتنا أطاء مرحبا 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 جمال فخر المؤفد مرحبا 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 يا نور العيني مرحبا 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 جاد الحسيني مرحبا 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 يا نور العيني مرحبا يا ألوساني مرحباً مرحباً يا رسول الله أهلا بك إلا بك نوسان مرحباً مرحباً يا مرحباً يا نور العيني مرحباً يا دل حسيني مرحباً مرحباً يا رسول الله أهلاً 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 من الوصدى من الوصد ، نعم أطف 터ب. أمور زمเลย. إن أ мог الطريق على في الأمام ، هذا聲ل ، أصح существ عنها ق未لوظة عن خاصة على سrow السيارة اللي طائرة الإنت أمما reuse Came Charge أيضا ستسود sebagai pengasuh Pondok Pesantren مهات الشكلة القرآن tentunya di dalam satu perjalanan perjuangan untuk pendidikan Pesantren atau menghafal القرآن apapun bentuknya pendidikan itu utama di dalam satu menjalankan manajemen itu adalah pimpinan Pondok Pesantren atau ulamanya jadi kalau ulamanya sekarang kedatangan rezekiwan berbentuk putra atau putri mahat syakil Qur'an akan besar salah satu ciri Allah berikan ciri jadi Allah berikan rezeki itu bukan karena materi saja kenikmatan-kenikmatan itu rezeki hakiki dari Allah salah satunya dikirim anak titipan Allah itu rezeki yang hakiki jadi kalau Allah akan memberikan rezeki yang titipan-titipan tadi yang lain tentunya yang pertama ilmu yang kedua anak jadi adik-adik yang belajar di sini adalah mencari ilmu setelah dapat ilmu terus dapat istri setelah dapat istri dapat anak kalau yang laki-laki yang perempuan dapat suami setelah dapat suami dapat anak itu proses Al-Mukharam Ustaz Fahmi sebelum punya anak biasa-biasa aja hidupnya susah bantu rokok juga begitu dikasih anak Allah siapkan semuanya dikasih istri dikasih anak harus punya ilmu ilmunya jadi adik-adik yang belajar di sini putra maupun putri cari ilmu sebanyak-banyaknya dari guru-gurunya dari pengasuh pondok pesantrenya dari pimpinannya dari masyarakat dan ustazahnya cari sebanyak karena beliau-beliau ini sudah duluan duluan hidup duluan lahirnya di muka bumi ini sama dengan putra dari abisun yang sekarang karena baru lahir proses belum seperti ada belum bisa nikmati jekol belum bisa makan petai belum bisa makan gaduh-gaduh belum masih makan air susu ibu ini proses sama dengan ada dia belajar Al-Quran proses jangan tiba-tiba baru sebulan-dua bulan minta 30 juz kalau memang bisa beresbitu berarti Allah kasih kelebihan kelebihan kecerdasan kelebihan membaca dan menghafal tapi berproses ada yang setahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun bahkan 18 tahun tapi program mahat usyakil Quran dua tahun ikuti programnya siapa yang santri baru di sini ada santri baru ada coba berdiri yang baru yang belum pernah ketemu Gus ya tolong adik namanya siapa siapa ias dari mana Bandung ias ya yang puterannya sih itu puterannya Pak Iwan Alhamdulillah biar Gus kenal ya puter Pak Iwan teman Bapak Antum itu sahabat teman waktu itu pernah ke rumah yaudah duduk kamu lulus SD ya betah Alhamdulillah gitu dong betah pengen jadi ustaz Alhamdulillah kalau jadi ustaz cepat berangkat ke Mekah ya kan kalau berangkat ke Mekah ini sering ke Mekah berangkat ke Mekah Antum siapa Rafa dari mana Rafa Bandung Alhamdulillah Antum masih SD umur berapa anak 9 tahun udah berapa lama seminggu betah Alhamdulillah intinya niatin dulu disini kamu boleh duduk niatin dulu di hati kita tujuan bukan karena paksaan orang tua tapi contoh kakak-kakak yang sudah 15 juz 17 juz banyak kakak-kakak yang di belakang tuh wah ngajinya udah bagus-bagus bisa ceramah segala macam tuh tinggal cari istri nanti udah duluskan insyaallah di atas udah banyak calon-calonnya tinggal pilih nanti yang ketawa dulu si siapa namanya lupa ini nih yang sering kegu siapa nama Antum siapa Farid yang gak denger senyum-senyum terus udah badannya besar Farid Antum ha Uka 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 Dulu bisa terbang dari mana Sumedang sudah berapa lama sudah berapa lama Alhamdulillah baru juga kira-kira gimana betah Alhamdulillah betah membaur silahkan dulu terima kasih banyak membaur dengan rekan-rekannya yang senior jangan anggap ini sebagai junior ini saudaramu yang datang sama ada dari Kalimantan dari Ranjaya ada yang mana saja itu saudara kita ya ngumpul seperti inilah pentingnya ya apalagi ngumpul di rumah kiainya Masya Allah berdoa minta keperkahannya jadi adik-adik ini jangan menganggap oh kalau orang baru harus begini jangan rangkul khususnya yang senior-senior ya Alhamdulillah keluarga besar mengatuh syakil Quran yang dimuliakan Allah yang kedua kita selalu bersolawat bersasalam pada guru besar kita penonton kita Rasulullah s.a.w adab dan budaya ini Rasulullah yang membawa sampai kita budaya ini budaya ada yang namanya tahlilan budaya ada yang selamatan budaya segala macam budaya Islam itu adalah zaman Rasulullah sampai saat ini kita kalau ada kontra pro dan kontra di media segala macam katanya tahlilan Tuhan dan sebagainya biarin saja jangan pernah dengar jangan pernah didebat ya kalau memang kita ini sunnah dan jamaah Al-Quran dan sunnah yang kita jalankan kerjakan ada latifan ada apa segala macam kerjakan itu memang kerjaan santri kalau tukang kerjaan tukang peca kerjaan santri itu ibadah ada-ada ibadah kerjaannya dikasih makan betul gak ada kelabaran gak disini orang tuanya dititipin rezeki sama Allah dikasih ke Ustaz Ustaz tolongnya ada beras satu liter ada rezeki ini 10 juta berasnya satu liter uangnya 10 juta jadi jangan khawatir selagi adik-adik niatnya ikhlas menuntut ilmu dijalankan Allah wadahnya adalah mahat usyakil Quran yang lorahnya Ustaz Fahmi ya ini pengelola kalau nanya uang Ustaz Fahmi ya rambut adik-adik mungkin karena acara dari tadi sedikit pesan oleh adik-adik apapun ya apapun sistem dan manajemen di mahat usyakil Quran adalah milik kalian semua ya apapun yang diatur oleh mahat usyakil Quran milik adik-adik semua tolong dijaga ikuti aturan yang sudah dibuat oleh manajemen mahat usyakil Quran ya Ustaz Fahmi dan rekan-rekan oh membuat aturan seperti ini gak ada guru yang mau bahasanya dilomprongkan itu apa menjatuhkan muridnya atau memasukkan dalam jurang muridnya gak ada pasti karena apa murid sanggap dianggap juga anak sendiri ya ikuti atur-aturannya jangan sampai meleceh jadi jangan sampai oh di dalam satu pesantren ngomongnya bagus-bagus di luar pesantren ngomongin pesantren gak boleh apapun yang terjadi biarpun hari ini hanya makan pakai ikan asin itulah mahat usyakil Quran besok makan pakai daging itulah mahat usyakil Quran ya jangan sampai oh saya mondok disana makannya ikan asin terus setiap hari jangan dia mau ikan keluar itu namanya ngeluh kalau orang yang bisa ngeluh receknya sark kesayam Allah buktikan kalau adik-adik nanti sudah besar udah pada jadi ustaz jadi kiai jadi apapun itu jangan pernah ngeluh karena orang ngeluh dengan kufur nikmat sama orang yang biasa ngeluh diberikan recek sama Allah itu kufur nikmat jadi jangan pernah ngeluh tetap jadi kalau ada yang masih belajar di lingkungan mahat usyakil Quran apapun yang ada di mahat usyakil Quran adalah itu milik kita bersama harus kita jaga ya itu pesan 21 untuk lingkungan pondok untuk masalah pembelajaran apapun pembelajarannya di mahat usyakil Quran itu saya rasa tidak ada yang jelek ya mudah-mudahan adik-adik apa yang menjadi cita-citanya Allah kaburkan ya mudah-mudahan keinginan kedua orang tuanya Allah ijabah mudah-mudahan diberikan keselamatan di dalam mencari ilmu di jalan Allah dikasih rezeki yang barokah sama Allah di tahun 2018 kita benar-benar hijrahkan diri untuk 2019 saat ini sudah menja 2019 harus kita berubah semua karakternya A'udhu Billahi minashayitani Bismillahirrahmanirrahim Allah is has has رحمة الله أككى أدرنا يا الله الذي أكبر تتبع لنا أمي 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 بلعب الوارغة يمجدد شاكينة ووضع ورحمة يا الله اللهم ربنا أنزل علينا ما إذاً من السمايتك كلنا ما إذاً دي أولينا وحيرنا وعياتا من قبر زبنا وانتحير رزيك ربنا إنك جامينا سيامينا رائضا فيه إن الله لا يحلف المئة اللهم إنا سهل قرضى قبل جانع نعوذ بك من سكتك وانا يا الله دي تاؤن عام 2019 يا الله أما محطة نتأك بادم يا الله بإذن الله كنفا يكوين إذن الله ما يقوم بكنا نتأك يا الله أجل إذن الله براء رزيك سبجة بجة رزيك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم أمين 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 يا الله أمين أمين يا الله أمين أمين يا الله أمين يا الله أمين يا الله أمين أمين يا الله أمين أمين يا الله أمين 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 يا الله شكرا لكم 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 حسنًا شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر